نجوم مصر كلهم راحوا الجنازة وريهام عبدالغفور انفعلت وظهور نادر لزوجته وبناته لقطات من جنازة عمضة الدراما صلاح السعداني مش هتصدق اللي حصل من الزعيم عد الإمام في الجنازة يا ترى ايه أبرز الكواليس؟ ده اللي هقولكم عليه في الفيديو ده تابعون زحمة وناس كتير كانت موجودة علشان تودع صلاح السعداني الوداع الأخير الحزن كان مسيطر على الكل وكل الناس كانت بتواسي نفسها قبل ما توسي أحمد السعداني ابن الفنان الراحل أحمد السعداني ومرت أخته وقرروا تكون الجنازة والصلاة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد ودفن الجثمان في مقابر الأسرة على طريق الوحاد في الشيخ زايد المفاجأة بقى رغم العزاقات الفنية الكتيرة اللي بتحصل من فترة للتانية واللي مش بيبقى موجود فيها ناس كتير من الوسط الفني كانت جنازة الفنان الراحل صلاح السعداني مليانة بالفنانين واللي كان أول الحضور فيهم طبعا محمود البزاوي واللي بتجمعه صلة نسب بالراحل كمان حضر أحمد السقى واللي فضل جنب أحمد السعداني طول الوقت وطبعا ريهام عبدالغفور كانت أول الفنانات اللي جات علشان تقف جنب صديق عمرها أحمد السعداني في زرف صعب الزايدة وريهام تعصابت على الصحفيين اللي كانوا موجودين لما حاول ياخدوا منها كلمة عن الراحل وثبتهم ومشيت وكمان كان في الجنازة علي ربيع واللي مش بيحضر جنازات غير نادرا جدا وتقريبا مش بيظهر في المناسبات وحضر كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي بقى بيقدم واجب العزة والجنازات الفترة الأخيرة في كتير من المشاهير والوجوده بقى ظاهر جدا ومعها كان موجود لعب النادي الأهلي السابق أسامة حسني ومع السنين الكتير والصداقة اللي كانت بين الزعيم عد الإمام والراحل صلاح السعداني لقينا موقف من الزعيم في الجنازة وكان ضروري يكون موجود المخرج رامي إمام وأخوه الفنان محمد إمام واللي بعتهم الزعيم مخصوص علشان ينوبوا عنه في الموقف ده نفس الوضع كان عند أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز كريم ومحمد واللي كانوا من أول الحاضرين في الجنازة وكلنا فكرين صداقة السلاسي صلاح السعداني ومحمود عبد العزيز وعاد الإمام أما بقى من الفنانات حضرتها نزاهد وغيد عادل والمزيعة إنجي علي ونجوم كتير من نجوم الوسط الفني ده غير المخرج محمد ياسين ومحمد عبد العزيز وغيرهم تاني وكمان حضر الفنان محمد عبد الحافظ ابن المخرج إسماعيل عبد الحافظ اللي أعمل والده كانت مع صلاح السعداني وكان ضروري إنه يحضر مش بس دول اللي حضروا كمان أحمد حلمي ومنزكي وأحمد رزق كمان حضرت وفق عامر واللي انهارت وهي في المقابر ده غير أحمد داود وفنانين تانيين ملامح الحزن ما كانت شمفرق أسرة الراحل صلاح السعداني بالطبع وخاصة بنته ومراته وده بسبب الفجعة الكبيرة اللي هم فيها حاليا أما بقى أحمد السعداني فكان الحزن على كل ملامحه والصدمة بين عليه جدا وعن نقل الجثمان فأحمد السعداني مرضيش حد يركم مع والده العربية غيره وكان في دنيا تانية خالص ورح يودعه المسواه الأخير في صمته حزني كبير وكمان المدافن محطوط عليها صورة الراحل أو زي ما مشهور باسم العمدة ومتزين بالورود لاستقباله كأنه عريس وكانت آخر الصور اللي ظهر فيها صلاح السعداني من ثلاث سنين وكان بين عليه علامة الشيخوخة واللي كان منها فقدان الوزن ومشاكل العين اللي زادت واللي كان ظهورها بدأ وقت مسلسل الكاصرات واللي كان وقتها بدأ يظهر عليه التعب بس مش كتير والمشكلة في نسيان الكلام والصعوبة فيه في تصوير المشاهد بتاعته ومع رحيل صلاح السعداني من المتوقع أن أحمد ومرت ولاده يقرروا أنه ما يبقاش في عزل الراحل ويكتفوا بس بالجنازة وده زي ما عملت ريهام عبدالغفور مع والدها الراحل أشرف عبدالغفور من كام شهر وبرحيل صلاح السعداني يكون فقد الوسط الفني قامة كبيرة من قامة الفن المصري واللي كان ليه تاريخ طويل وده علشان محدش يقدر ينسى أدواره في فوزية البرجوازية ولا لايال الحلمية ولا غيره كتير الله يرحم الفقيد ويصبر أهله وزاويه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة